الصراع العربي الإسرائيلي مر بحروب عدة قبل توقيع أطراف عربية الاتفاقات وحتى بعدها في العرض التالي نوجز تاريخ الخروب والاتفاقات العربية مع إسرائيل في الخامس عشر سبتمبر 2020 أمريكا تستضيف توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين الحادي عشر سبتمبر 2020 الرئيس الأمريكي يعلن عن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل الثالث عشر أغسطس 2020 ترومب يعلن عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الثامن والعشرين يناير 2020 كشف النقاب عن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الرابع عشر مايو 2018 نقل السفارة الأمريكية إلى القدس السادس ديسمبر 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترومب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل السادس والعشرون أكتوبر 1994 توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن في وادي عربة الثالث عشر سبتمبر 1993 توقيع اتفاق أصل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل السادس يونيو 82 اجتياح إسرائيلي للبنان واحتلال جنوبه ومحاصرة بيروت ثم السادس والعشرين مارس 79 توقيع اتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر والخامس من يونيو 67 إسرائيل تشن حرب الأيام الستة ضد مصر وسوريا والأردن التاسع والعشرون أكتوبر 56 إسرائيل تشن هجوما على قناة السويس بعد ثلاثة أيام من إعلان تأمينها ثم الخامس عشر مايو 48 جيوش مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق تشارك في الحرب ضد إسرائيل بعد يوم واحد من إعلان قيامها